ترتفع أعداد النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا لتصل إلى خمسين امرأة يخضعن للعلاج في المستشفيات في البلاد وعلى الرغم من وجود توصية من وزارة الصحة مضرورة التطعيم في الثلث الثاني من الحمل إلا أن نسبة التطعيم لا تتعدى ثلاثين بالمئة لأنه بفكر في الجنين كمان فالسبت الأم يعني بتفكر في الجنين فعشان هيك أكثر بدأ تحمي الجنين تبعها من أنه تحمي حالها طبعا مش مهم بأي فترة حمل هي موجودة حتى بالأسبوع الـ 25-30 يعني لما الجنين بيكون بعده مش ناضج إذا صبتها الكورونا لازم نخلفها ليش لأنه إذا كان الحمل بيكون ماسك قسم كبير من البطن الرياض تقضيش تتوسع فعساس أنه لما بانطهن التنفس الاصطناعي أساس أنه الست تأخذ التنفس زي ما لازم فلازم يقيموا الجنين من بطنها فالإشي خطر جدا جدا إذا كان الستات بتطعموش وإحنا زي ما قلتلك منشجع كل ست أن تطعم خاصة في هذا الوقت غير شكل عن باقي الناس يعني لأنه زي ما قلتلك المناعة عندها جدا جدا واطي منذ وصول اللقاح في كانون أول الماضي لم تكن وزارة الصحة على يقين من وجوب تطعيم الحوامل والوالدات الجدد حتى بات من الملحوظ أن امتناع النساء الحوامل عن التطعيم كان نتيجة للخوف والغموض الذي كان منذ بدء حملات التطعيم في البلاد حيث تخشى الحوامل التطعيم خوفا من حدوث مضاعفات على الجنين فتمتاز فترة الحمل من خفاض المناعة بنسبة كبيرة النساء الحوامل وهي خطرة على النساء الحوامل من شقة تاني فيه جيل معين اللي أخدوا التطعيم فنسبة الإصابة بالمرض نزلت عندهن فعشان هيك عم نشوف أنه عند النساء الحوامل فيه أكتر حوامل فيه تخوف من النساء اللي يأخذوا التطعيم عشان هيك المرض عندهن عم يبين أكتر فكرة التطعيم عن جميع النساء حسب توصيات وزارة الصحة المرأة المناسبة أنها تأخذ التطعيم مفضل أنها تأخذ التطعيم عشان تحمي حالها وتحمي الجنين اللي ببطنها وقدش ممكن تحافظ على سلامتها طبعاً كمان تطعيم وكمان أنه نحافظ على حالنا مع كمامي أقل تجمعات المرأة تكون بعيد ما تقعدش في مجموعات كبيرة هذا بساعد أن المرأة لا تصاب بهذا الكوفيد-19 تتعامل الكوادر الطبية في البلاد مع طفرات مختلفة من الفيروس ومع ذلك فحملات التشجيع على التطعيم لا تتوقف فقد تأكدت فاعليته بنسبة تتعدى 96% من تكوين أجسام مضادة تشهد البلاد هذه الأيام إقبالاً واسعاً على صناديق المرضى للتطعيم لكن ما زال الأمر منخفضاً بالنسبة للنساء الحوامل في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الصحة مدى نجاعة اللقاح وانعدام وجود أي خطورة على الأم وجنينها